حضر سمو شيخ خالد بن محمد بن زايدا لنهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي جانبا من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق الذي ينعقده تحت رعاية سموه وأجرى سموه جولة في مختلف أجنحة المعرض واطلع على أحدث الابتكارات المستخدمة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة وإنتاج الطاقة النووية النظيفة وإدارة الموارد المائية ومشاريع تحلية المياه بما يسهم في رسم مستقبل تحول قطاع الطاقة المستدام في العالم